والهدى والهداية على قسمين قسم الأول الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وبيان الحق وهذه هداية عامة الله هدى الناس جميعاً بمعنى أنه بيَّن لهم الحق ووضَّحه لهم كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هذه هداية دلالة وإرشاد والنوع الثاني دلاء هداية التوفيق هداية التوفيق للعمل بالحق والتمسك به وهذه هداية خاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فلا يملك هداية القلوب إلا الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أما الهداية الأولى وهي هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها الرسل والأنبياء وأهل العلم كلهم يدلون على الحق ويبينونه ويبصرونه ولهذا قال وإنك لا تهدي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ربما يقول قائل لماذا الله جل وعلا قال لنبيه في آية وإنك لا تهدي وفي آية الأخرى يقول إنك لا تهدي من أحببت أليس هذا تعارض يقول لا ما هو تعارض هذا وحاشة وكل فإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتبين إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تقدر على توفيق الناس وقبولهم الحق هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلا تعارض بين الآيتين وإنما تتعارض عند من لا علم عنده أما البصير بالقرآن والبصير بالعلم القرآن لا يتعارض بدا والسنة لا تتعارض لأنها تنزيل من حكيم حميد لكن الشان بالليفهم هو يجمع بين الأدلة